اشتركوا في القناة 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 نسأل الله ذلك القضية يا سادة قضية قلوب قال ربنا عن محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن محمد رسول الله والذين امنوا معهم اشتركوا على الكفار رحماء بينهم فعندما تجد انسان يدعي انه مسلم ويقتل المسلم بدم بارك ترات تقول عنه انه مسلم ترات الا بد ان يفتح له قلبه ونرى ما في قلبه من عقيدة ان استحل القتله واعتقد ان ذلك حلال له من اجل ان يظل على الكرسي حاكما بالطغيان كما قلنا فهو كاثر وهذه قاعدة مسلمة عند كل الفقهاء عند كل اهل الشريعة ما اخرج واحد منها عبد اولا لكن الآية فيها ملمح مهم ان قسات القلوب فقط هم الذين يرتكبون الجرائم البشعة اتعرفون لماذا لانهم لا يؤمنون بيوم الآخر والحساب فرعون توعد موسى وموسى قال واني عثت بربي وربكم من كل متكبرا لا يؤمن بيوم الحساب فالذي يقتل الناس بهذه البشعة والإجراء والله يعجز لسان الفصيح ان يصفها والله الذي لا اله غيره لسان الفصيح يعجز ان يصفها حروب يا لاجب من المحتلين فلسطين مماتش اكثر من 3000 واحد على مدار كم سنة؟ ستين سنة وعلى مدار ست ساعات يقتل من شعب أكثر من 5600 هل هذا يوقع؟ هل هذا يصدق؟ وترى انسان بعد ذلك تافعا يدافع عنهم؟ بربك بربك اهذا ينطلب في صف المؤمنين؟ انا ارجو من الله ان كان فيه بقية من عقل ان يهديه عقله الى الحق وإلا فليبتعد عنا الى الابد الى الابد نحن لا نريد ان محاربة احدا ونحن لا نحاربوا احدا انما هناك يكونون سلمية وهم في الميدان وهنا هنكون حربية لا هم هناك اصدق مني انا هنا اتكلم لكن هناك ضحولة بارواحهم وبابنائهم وبنسائهم وبأعراضهم وبأموالهم من اجل نصرة دينهم وعودة وطانهم السليم المحتل والله الذي لا اله غيره مصر تئن تحت الاحتلال والله الذي لا اله غيره مصر الان دولة محتلة وما حررت ابدا لكنها ستحرر على يد الصرفات الان الموجودون في الميادين وسأذكر لكم كيف لكلام القرآن الكريم لكن انظر الى هذه العقلية القاسية شديدة على كل مؤمن نزع الله الرحمة من قلبها فيفعلون ذلك يقرأ التاريخ فرعون فعل ذلك لا يؤمنوا بيوم الحزاب ماذا فعل؟ قتل لكن فرعون كان ارحم فرعون كان يقتل الاطفال ويترك البقية عشان يكونوا عديد بالنسبة لي اليه لكن هذا يقتل الاطفال والنساء والجميع وما يقتل شيئا ويحرق المقدسات والمسالي ولعالك اطلعت على صوت على صورة الشيخ الكبير الجالس وينظر المصحف ومحروفكم من كل مكان ويبكي طواه يبكي على ماذا؟ على حرق كتاب الله في بلد أظهر؟ في بلد الإسلام؟ في البلد التي أنقلت العالم من التتار؟ في البلد التي حررت فلسطين من الصليبيين؟ أن طواه يبكي لماذا؟ في مسجد قد اهتره بالحرق بأيدي هؤلاء؟ وشاب صغير لم يتجاوز العشرينيات من عمره يقولون عنه إنه إرهاب كتب وصيته أتدرون؟ وصيته؟ بعدما حمد الله وصلى عليه على نبيه صلى الله عليه وسلم قال والله كني لأهبك يا الله وأتمنى أن أكون شهيدا في مقدمة الشهداء وإلى أبي وإخوان فليدعوا لي أن يقبل الله فوالله ما أحببت الخير أبدا إلا لكل مسلم على ظهر الأرض وأقدم نفسي طيبة من أجل أن يعيش أبناء وطني أحرارا قالوا عنه إنه إرهابي ولما أرادوا أن يستخرجوا تقريرا حتى يفنوه قال لهم المسؤول انضوا لماذا ينضوا؟ ينضوا أنه انتحر كيف انتحر؟ ضرب نفسه في رأسه أربع رصاصات طيب صاحب العقل يعني رصاصه ما ماتش؟ وضرب نفسه الثانية والثالثة والربعة؟ هل رأيت فجرا في تاريخ البشرية منذ أن خرق الله آدم إلى يوم الناس هذا؟ أعرفت من يحارف الناس في أرض مصر؟ أم أنك تريد زيالة عن ذلك؟ هؤلاء هم قسات القلوب المجرمين عبيد الصهايدة وأنتم تعلمون ذلك جيدا قد يخشى الإنسان أن يتكلم لكن الله آخذ علينا عهده قال لتبين منه للناس ولا تكتمونه ولم نكون مثل هؤلاء الذين اشتروا بكتاب الله ثمنا قليلا ما هذه الحياة التي يعيش فيها الإنسان ذليلا حقيرا مهينا والله إن الموت في العز أصرف ألف مرة من حياة هؤلاء العبيد كلهم ولذلك فرج الشرفاء يريدون تحرير البلاد والعباد ويرجع الحق إلى أصحابه أنتم من تعيشون هنا في بلاد الحرية والديمقراطية ما زال بيننا أناس يقولون يستعقون أن يقتروا أو تدري؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اضطرطا فرح لقتل مسلم أدخله الله جهنم خالدا مخلدا فيها أمدا اضرح اضرحوا مصر وصلوا حج بس وربي وربك والذي أرسل محمدا في الكتاب الهادي والذي استخرجه من بين الناس نبيا هاديا وجعله خاتم الأنبياء لا يحصرنك الله في جهنم ما تخرج منها أبدا 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 هذا كلام النبي ليس كلام وأنا أصدق كلام النبي تصديقا كاملا إن الله الذي خلقه صدقه قل صدق الله ومحمد لا يتكلم من عند نفسه إن هو إلا وحي يوحى وحي يوحى قسات القلوب يفعلون لذلك اقرأ التاريخ واعرف حكاية جيرون وحرقوا للبلد حولك هم من كماعة دلوقتي دايبين رايات سواء ومكتوب عليها لا إله إلا الله وبيكتلوا الناس طب ما تسمع شهادة العيان كم بيدخل التيران على حفاء مية وخمسين متر فوق رؤوس الناس ويدخلوا سيارات بملثمين معاهم رايات مكتوب عليها لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأقول ما يدخل موسط الناس يضربوهم بالرصاص مين اللي بيعمل كده؟ مش مخابراتهم؟ مش دي أفلامهم؟ مش دي عادتهم دائما؟ قالوا الإخوان والمسلمين حركوا الكلائس طب ما دعبوا أكتر من أربعين يوم ما عاربوش كنيسة ليه؟ طب الكنيسة الأنبة بتعهم مكاريوس بتاع المينيا بتاع المينيا قال إن تزامن حرق الكنائس تزامن حرق الكنائس مع فضل اعتصام الرابعة وما يقولوا لا دا تاني يوم يقول الإخوان كانوا بينتقموا تاني يوم مكاريوس بيقول أخلية الكنائس من كل الحراسة هذه واحدة وفي نفس الوقت في فضل رابعة أحرقت الكنائس واستغفتنا بالشرطة فلم يردوا علينا مكار سنرسل ولم يرسلوا أحدا إلى الأمس إلى الأمس لم يرسلوا أحدا فاستغفتوا بالإدفاق تعالوا ضف النار لم يأتي أحدا إليهم وتقول لي بعد كده تحقيقات يعني يكتلك يحكب معاك ويدخل ناس يكتروك ومنثمين ويتهمك وبعدين قاضي فاجر ملعون يحكم بالماثل عليك وبعد كده تسدقوا يا رجل مفيش حد عنده عقل يبين يفكر لازم الإنسان يفكر يفكر يرى أصحاب القلوب قاسية الذين أحرقوا البلاد والعباد العقول المادية لا تعرفوا خيرا ولا أنها لا تؤمن بياهم الإحزاب تقرأ في تاريخ العرب كبه والمسلمين بيعملوا إيه مع أعدائهم من المسلمين بيسحلوهم تخيل المسلم بيسحل مسلم ولا مسلم بيحرق مسلم ولا تسمع عن الناس كانوا ما زالوا في إعداد الأحيات فجاءت إليهم فرق الموت تضربهم حتى قتلتهم وحتى يخفوا معالم الجرم أحرقوهم وكان فيهم أحياء وكان فيهم أحياء بربك هذه قلوب وهل ترضى للناس أن يرجعوا إلى بيوتهم؟ ترضى ذلك؟ هؤلاء قسات القلوب لعنهم الله في الدنيا والآخرة؟ نسأل الله ذلك أن ينتقم منهم كيف ربنا ينتقم منهم؟ ربنا يقول في القرآن إن الله لا يهدي كيدا الخائنين لما تستقطع القرآن تجد مادة الخيانة ربنا عرضها 16 مرة مرة بالإفراد ومرة بالمثنى ومرة بالجنة وبدأها من خائن اسم فاعل لحتى خوان سيضة المبالغة كتير خيانة الآية دي جاد في صورة يوسف ربنا كان بيتحدث على خيانة مين؟ إبارة العزيز يعني المرفوضة الآية تونس يقع إيه؟ إن الله لا يهدي كيد مين؟ الخائنة لكن ربنا كان خائنين معناها إيه؟ يعني بيقول لك يا مؤمن اطمئن بالا فإن الله لا يهدي كيد الخائنين أبدا يعني إبارة صاحب التحرير والتنوير أبو الطير عصور من تونس قال إن الله لا يهدي الهداية يأقرى الطريق موصل إلى طريق الخير والرشاد معنى ذلك من طريق التيسير فأثبت الله طريق التيسير ثم عاد مرة أخرى ينفي عليهم ذلك التيسير بذبب خيانتهم فإن الله يعصر طريقهم ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة إن الله لا يهدي كيد الخائنين لا يهدي كيد الخائنين طيب ما فيه ناس لا يفعلون فيهم مش فيه جرائد ومحطات إعلام وفيه ناس كده ده فيه ناس هدلة باعدينها بأراب آخرين كمان يعني هو ما بيفهمش زي ما عندنا في مصر يقول لك الألف من كوز الدرة ما يعرفش وشه من جفاه وبيتكلم وبيجادل وبيجادل بالباطل يقول النبي من أكل بمؤمن أكله أكله ولا كباك أهو ولا اعتحكه ولا ابتسابك وإيسا ولا قال انت راجل بترفع المصاحبات اللي يقول لنا رائعك عشان يشتم في الإسلاميين ويشتم في الإسلام ويشتم في الثابتين يقول صلى الله عليه وسلم من أكله بمسلمين أكلة أدخله الله جهنم وأطعمه منها أكلات إلى أبد الأبد يلا يلا كلهم في داهية كلهم في داهية ده كلام للنبي مش كلامة ولا مش مزاكنة ولا حاجة ده كلام للنبي مع لي الصلاة والسلام إن الله لا يهدي كائد الخائنين بعدها إيه ربنا جاء وقال الملك ابتوني به تعمل معا إيه جاء استخلصه لنفسي تستخلص مين يا عمي تستخلص يوسف اللي كادوه بالخيانة آه تستخلصه ازا يعني يعني يكون جريس الملك ده كان ملمي في السجن بسبب الخيانة لا لا طلعوه أنا عايزه وقال نسمع أنا بعرض عليك وزارة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه قال ربنا وكذلك مكننا مين مكن يا أخي؟ الله وكذلك مكننا ليوسف من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيبه بإيه يا حبيبي؟ برحمة نار رحمة مين يا أخيه؟ رحمة ربنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى من نشاء؟ ولا نضيع أجر المحسنين ده في الدنيا ولا أجر آخرة خير لمين يا رب؟ للذين آمنوا وكانوا يلتقون فهذه نشاء خيانتهم سترد عليهم يقول ربنا بل نتنظم الحق على الباطل فيدماغه يدماغه يدماغه حتى في كتاب محمد بكتهول في الترجمة جبها من المعجب العربي عارف يدماغه يعني ايه في المعجب العربي؟ يعني يكسر دماغه يكسر يزيله من الوجود فيدماغه فإذا هو زاهق وإيه كمان؟ ولكم الولي من المجون القادر الجبار المنتخم مما تصفون لهؤلاء المجرمين البطاقين الضوات الذين يرددوا يرددوا ويقولون أن هؤلاء يابد أن يقتلوا وأن يسحدوا ليسوا في مصر وحدها بلوا في كل مكان من بلاد المسلمين في سوريا في العراق في فلسطين في كل مكان في كل مكان فهناك بإنشارة من الله سبحانه وتعالى أن الله لا يهدي كيد الخائنين وبعد الخيانة ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالتمكين ويقسم الله عز وجل ظهور الخائنين بإذن الله لكن مطلوب أمور ما هي؟ الأول كده بهدوء في حاجة بتحصل في الكوم بدون إذن ربك ويستور مش انت حفز آية أن عمران؟ قل اللهم ها؟ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ها؟ وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قدرة ربنا سبحانه وتعالى متصرفة في الأرض إزاي يا رب؟ هو أرى لأن يخو لكن ما كان يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا وفقه الله لذلك فبليه يا رب اللي يميز الله الخبيث من الطيب إزاي يا رب؟ إحنا مؤمنين؟ قال لقد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط المسلمين الصحابة المؤمنين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إذا ربنا ربع عنهم وفتح لهم أقرب الجنة كان في وسطهم في أحد؟ وانهزموا وبعد الهزيمة ربنا جلهم إيه؟ ولا تتنوا ولا تحزموا وأنتم الأعلوم إن كنتم مؤمنين يبقى العلوم والعزة فيه؟ في النصر المرئي؟ ولا في الهزيمة المرئية؟ لا العلوم في ثباتك أنت على دينك في دفاعك أنت عن إسلامك في اعتزازك بأنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم واعلم يقينا إن مسن القرح اليوم فسوف يمسهم القرح اليوم التالي وتلك الأيام نداورها بين الناس والعقبة لمن يا مسلمين للمتقين للمؤمنين العقبة للمؤمنين لماذا نقول هذا الكلام؟ نحن أمة العلوم كل المسلمين والمؤمنين أمة عزيزة عالية بكتابها وبسنة نبيها متفائلة بنصر ربها أن الله ضاع معها الخائم مع مين؟ الشيطان؟ مع صهينة؟ مع أسلحة؟ مع فلوس من عند طوع البطول؟ ثم وبعدين؟ وبعدين وبعد كل الأموة دي في الدنيا ربنا ينتقل لأن الله قضى إلا أبى الله إلا أن يذل من عصاه وهؤلاء عصوا الله في أشد الأشياء هرما إقرأ في القرآن الكريم في أي آية يتكمن الله فيها عن الكبادة؟ بعد الشرك بالله؟ اتنين ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق طب يا رب من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك يا رب؟ هتعمل مع إيه؟ الجهنة يخلط فيها مهانة إن شاء الله نسأل الله أن يعجل بهل اللهم أمين هستعلم الفرق بيننا وبينهم إيه؟ إحنا نسعى عندنا أخلاق لأن إحنا الأعلى لو حكامنا الله في رقابهم عن محاكمهم ومحاكمة عادلة ليس محاكمة فاشدة محاكمة عادلة كل من ترتخط يده بالدماء فعكمه معلوم في القرآن الكريم قال فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يُسرف في القتل إنه كان منصوراً من منصوراً الله مش البصر مش قارين البصر هذه من أهم الثوابت إذا كنت أنت الأعلى بديلك تفائل لأن لك رباً لا يطذرن أبداً ولا يقره على عباده المؤمنين تفائل لأنك في الفئة المؤمنة احمد الله على أن الله أمار قلبك وبصيرك لا تركن أبداً إلى الذل وإلى الخضوع وإلى الخنوع أكثر من الدعاء وأصلح نفسك وادعم إخوانك في كل مكان واعلم أن الذين سبقون هي طلقات غدر استخرجت من غادر ثاجر لعين لعنة الله عليه وهذا ليس كلاماً ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنة مش كلاماً كلام مين؟ غضب لعنة مش كده بصوى عبد له عذاب عظيم لا من عند ربنا سبحانه وتعالى وخارب في جهنم من يقتل مؤمناً متعمداً طلقات غدري التي خرجت من ذلك الغابر عندما خرجت مصوبة إلى كل مسلم فتحت أبواب جمان أعراساً لهؤلاء الشهداء ولا تحسبن الذين قدلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون فارحين ما هم مكنومين ولا مكبوبين لا فارحين بما آتاهم الله من فضله وعايزين إيه؟ ويستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم الثابتين الثابتين الرافعون لواء الحق والدين ويستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين منهم يا رب الذين استجابوا لله ولا الرسول من بعد ما أصابهم القرح يا رب أصابنا القرح والله أدى بلاء شديد لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب يصاب به المؤمن إلا حق الله عنه من سيئاته وأعطاه حسنات ورفعه درجات لمن يا رسول الله للمؤمن ولا يكون ذلك إلا للمؤمن أي مؤمن يا رسول الله اللي واضح تهدف أمام عينه وأمام بصره وأمام بصره فالذين سبقونا بتركات الغدر فتحت أبواب الجنان للشهداء كما وعد الله في القرآن وفتحت أبواب الجحيد للغادرين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين لا في دنيا ولا في آخرة وهؤلاء استاكتين الخرص هم أيضا يبحقون بركب جهنم والذين يدافعون عن الظلم وعن الخيانة وعن قتل المؤمنين بنا منبال وحرق المساجر والمصاحف وقتل السجد الركوع هؤلاء كلهم إلى جهنم بكلام ربنا بكلام ربنا وكلام نبينا لو أم أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلما لأكبهم الله جميعا في نار جهنم كلام ده رسالة واضحة رسالة واضحة لكل إنسان سورت نفسه ونفسه أن ينحرف أمامك الطريق ولعلها تكون آخر فرصة لك لعلها تكون آخر فرصة أن تلحق بركب التائبين وركب الصالحين انفض يديك وعقلك واستغفر الله وانتظم في ركب المؤمنين الطيبين فإن الله سبحانه وتعالى قد يقبل منك التوبة إن الله قال في سورة البروج للذين أوقضوا النار على المؤمنين في الأخدود قال إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا معنى ذلك أن الله فتح لهم أبواب التوبة أعاذنا الله وإياك من عذاب الحريق والله ما تطيق عذاب الحريق وإذا كان العذاب في الدنيا في قلوبنا أسنع قصر الآن فهو موقوت لكننا مطمئنين بنصر الله مطمئنين بيقيم أن وعد الله سيتحقك لكن نربأ بك ونخاف عليك أن تكون من المخلدين في المرض اعتذر إلى ربك أصلح شأنك فيما بينك وبين ربك أدعو لإخوانك ترحم على الشهداء وادعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام في مصر وفي كل بلاد الدنيا ونسأل الله أن يثبتهم في ذلك الأسبوع أسبوع رحيل لعله يكون رحيلا للفاسدين المفسدين في أرض الإسلام كلها ولعل الله سبحانه وتعالى يتعطف على هذه الأمة التي شردت وذلت كثيرا على أكثر من ربع مئة عام إلى يومنا هذا لعل الله يتعطف عليها برجل يجمع شتات الأمة ويؤلف بين القلوب على منهاج القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ويقود الدنيا بالدين حتى تفتح لنا أبواب الجنان وتكون أبواب رحمة على العصارة وعلى الكفار وعلى جميع الخلق نسأل الله أن يكون ذلك أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له أدعو الله الحمد لله وكفاء وصلاة وسلاما على عباده الذين استفقوا اللهم صدي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعلى من صار على نهجه يتبع هداه وقال اللهم عن الصحابة والتابعين وقال اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أأمن قبل صلاة الجمعة أخذ عجل تاكسي مسيج بيقولي إزاي ناس بيقتلك مصر وإنتوا في جمع الأنصار عاملين حفلة تروحوا تعيدوا هناك في الحفلة مسجد الأنصار نجدعه بالموضوع بنجدعه بالموضوع الخاص موضوع موضوع شخصي بواحد بذلك ومع ذلك أنا رائع الدنيا نفق في المحلول الذين ماتوا الأطفال لا ذنب لهم لكن بعد أن تؤدي حق الله حق الله بدل إن شاء الله عند الفجرة البلدة حق الله ابرأ بنفسك ابرأ بنفسك وروح اعلم براءتك لله هناك عند الفجرة البلدة من السعف ناصر الظهر ممكن تعملوا كربول كل مجموع يمشوا مع بعض يطلعوا على هناك إن شاء الله نص رفا لله وباللغة الأمريكان حماية الديمقراطية حماية الديمقراطية مش كده هذيه مش فيه خمس انتخابات الإسلاميين نجحوا فيها طب إلا بيكون هناك قانون نحتكم عليه يبقى فيه للثوابت اللي نحتكم عليه ثوابت البلطجية والقدل والمجرمين والخوانة مستحيل إنما نحن نفكر بهذا العقلي بالانتخابات بدفع فلوس درائم عشان يقول لي يا صوت وصوته يحترق طب أنا بدفع درائم ها وبنتخب وصوته لا يحترق لا يحترق أعمل إيه؟ أجع في بدنا وحطيك على حد إيه؟ واللي أعمل إيه؟ يا عم دا بيسخروا مننا طب ما يسخروا مننا وما هذا؟ إنه كان فريقا من عبادي يقولون ربنا أمان نفاف إلانا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا في قنوات الفضائق بتاعتهم فاتخذتموهم سخريا حتى أنزوكم ذكري وكنتم منهم تضحكوه قال ربنا إني جزيتهم اليوم بما صدروا أنهم هم الفائزون مين اللي بيدي الجوائز؟ مش الباصل مش الباصل حتى لو بحكم لو أصبح جلالة الملك ولا الزعيم والسلطان ثم بعد ذلك فتعالى الله الملك الحق الكل إلى زواج والكل سيقف أمام الديان وهي لا يقول لي من الملك اليوم؟ هل يستطيعك إن من كان أن يجيب؟ ما يستطيع أحد يجيب هو عن ذاته ملك اليوم لله الواحد القهار واحد القهار بعد أن تؤدي حق الله غدل إن شاء الله غدل إن شاء الله إبراء لذمتك ونعل ضغط على أوباما المتردد هذا الذي ما يستطيع أن يأخذ قراراً أنا أعرف أنه يدعب لها المصالح لكن إحنا 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 معانا كمسية البلد دي وبينتفع لهم درائم يبقى لابد أن نخترم أصواتنا إحنا جايين البلد دي عشان نضيف فيها خير عشان نصبح من شأنها ونزيد عائلة الاقتصاد فيها ونعمل السلم ونأمن والرحمة فيها يبقى لابد أن يستمع لنا ورابد أن يأخذ برأينا لكن كنت يأخذ برأيك أن تقعد في بيتك ليس يأخذ برأيك أن تقعد في بيتك إننا لابد أن تخاطب الجميع بلغتهم خاطب السنة وأعلمهم وأرسل إلى الصفارات المصرية وأرسل إلى الكونجرس إعلاماً منك بأنك بريد من هذه المواقف المترددة بل هم انقلاب على الشرعية بل هي جريمة إبادة وجريمة حرب ولابد أن يقدمه إلى المحاكم لا بد أن تفعل ذلك لا إذا أردت أن تبرأ من هذه الدماء وغادة إن شاء الله إعلام آخر لعل العالم هناك في أرض السابتين الصابرين الصابدين المضحين بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم وراحبهم يرون أن لهم أخواناً كثر في كل مكان وهم لهم وهم لهم أما رأيت ماليسيا أما رأيت عصر الشرق أما رأيت تركيا أما رأيت فرنسا أما رأيت المسلمين في واشنطن ونيورك وفي كل مكان أما رأيتهم لا تكن أقل من هؤلاء الناس دفاعاً عن دينك ودفاعاً عن حقوقك ودفاعاً عن الديمقراطية التي تعيد الحق إلى أصحابك كما يفهمون كما يفهمون هذه الأمور لا بد أن تكون واضحة في ذهنك نحن دعاة حق وهم دعاة باطل نحن معنا الشرعية وهم معهم الخيادة هم قوم على الباطل ونحن على الحق وما عاد الله ما عاد الله أن يهزم أهل الحق أبداً لكن لا بد أن تقول الله عز وجل من نفسك خيراً إن الله قال يا بينا محمد حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين غداً ساعة 12 للدور اطلع بدم اطلع بدم عند الفترة البندنك إن شاء الله براءة لله هتقول أنت بالمزارة دي لازمتها دي ما لح لازمة لا لازمة هما أسلم عمر بن الخطار رجوع عنه أرضاه وكان المسلمين أعدادهم ما يستعينوا نبعين واحد قالوا على ما نرضى الثانية في ديننا قالوا نعمل مظهر وطاعوا بخطير خط على رسول حمزة وخط على رسول عمر وفي مص محمد صلى الله عليه وسلم وطرفوا من كعبة في وسط جنوع الكافرين يقولون نبيك اللهم نبيك نبيك لا شريك لك نبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حوالين 360 صنم وأصمم أخرى أبو جهل وغيره وأبو لهب وأبي بن خلف لا تخشى إلا الله دافع عن دينا والله لتقفن أمام الله ويسألك عما علمت فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أملي إلى الله إن الله بصير بالعباد أكمل الفكرة قلنا أن مسجد الأنصار ليس له ده إن وضوع الفيستفول بتاع العيد لكن مش معنى كده من أن نحلم أولادنا أولادنا ما يعرفوش حاجة أولادنا ما يعرفوش حاجة بعد أن تؤدي حق الله إنهم إلى أي مكان عايد أولادك وفرحهم ادخل عليهم السرور أولادنا ما يفهموا هذا الكلام الذي نعيشه إنما لهم لهم ضفوره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبوهم سمعة لعبوهم سمعة وأدبوهم سمعة هكذا قال صلى الله عليه وسلم لعبهم وفرحهم وأخر عليهم فرحة بالعيد واعلموا إن دار الإسلام مهما تقم من أحزاج ومن جواحل ومن آلام نحن فلننسى أبناء أمم لا ننسى أبناء أمم فكرة واضحة جدا جدا أرجو لله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين اللهم نصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم نصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم قل عونا لإخواننا الثابتين الصامدين في الميادين في أرض مصر وفي جميع بلاد المسلمين اللهم أنزل عليهم صبرك ونصرك يا أكرم الأكرمين اللهم أنزل عليهم صبرك ونصرك يا رب العالمين اللهم مكن لدينك في أرض مصر وفي جميع بلاد المسلمين اللهم عجل أمتنا في مصر وفي جميع بلاد المسلمين بالنصر والفرج الذي وعدت يا أكرم الأكرمين اللهم انتقم ممن قتل المسلمين اللهم انتقم ممن قتل المسلمين اللهم انتقم ممن قتل المسلمين اللهم انتقم ممن قتل الساجد وحرق المساجد اللهم انتقم ممن قتل الساجد وحرق المساجد اللهم انتقم من الكذابين المضضلين اللهم انتقم من أهل الباطل يا رب العالمين اللهم انتقم من كل خائم خال أمر المسلمين ومن كل ظالم ظلم المسلمين ومن كل معتد اعتداء على بلاد المسلمين واعتدى على ميساء المسلمين واعتدى على أرض المسلمين واعتدى على مقدسات المسلمين يا رب نعلم أنك قدير وأنهم لا يعجزونك أرنا عجائب خضرتك فيهم اللهم أرنا عجائب خضرتك فيهم يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك يا رب نحسن الظن فيك ونعلم أنك ناصر لدينك وناصر لنبيك وناصر للمرحدين المؤمنين الرحماء منتصر لهم من الخائنين الظالمين اللهم انصر أهلنا وانصر المسلمين في كل مكان والعن القاتلين والخائنين وأرن فيهم عجائب قطعتك اللهم آمين آمين عباد الله إن الله يغمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغد يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم مؤمن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين في كل مكان اللهم نقصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم نقصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم نقصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا فإن تهيلتنا وهوالنا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضع فيه إلا أنتكدنا إلا بعيد يتجهمنا وإلا قريب خائل من لفته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي نعود بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضب أو أن ينزل علينا صفق لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين اللهم نصر إخواننا الثابتين الصامدين في الميادين في مصر وفي جميع بلاد المسلمين اللهم أنزل صبرك وتبرتك عليهم يا رب العالمين اللهم تقبل قتلاهم شهداء اللهم أنق الصبر والسلوان في قلوب أهليهم يا رب العالمين اللهم داو المرضى والجرحى يا أكرم الأكرمين اللهم عجلهم ولأمتنا بالنصر والفرج القريب الذي وعدت يا رب العالمين اللهم اكشف قربهم واكشف غمهم اللهم اكشف قربهم واكشف غمهم وانصرهم على الخائنين الظالمين يا رب العالمين اللهم عليك بمن خال أمر المسلمين وعليك بمن قتل المسلمين وعليك بمن احتمل بلاد المسلمين وعليك بمن تآمر على قتل المسلمين وعليك بمن فرح لقتل المسلمين وعليك بمن ساعد لقتل المسلمين اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يؤجزونك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بمعاقب العز من عرشك وعليك بمن تار رحمة من كتابك أن تسري عنا أمومنا وأن تكشف عنا قروبنا وأخزاننا اللهم يا كاشف الهم يا فارج الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمة للدنيا والآخرة الرحيم هما هل هم ترحيمنا ورحمنا ورحم أمتنا وشعب مصر وجميع المسلمين رحمة واسعة تكفنا بها عن رحمة من سوا صلى الله عليه وسلم وبارك على لدينا الله اللهم 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 اللهم